خلينا نروح لموضوع المدربين الأجانب النادي الأهلي خلي بالكو عمال يعني يدور على مدير فني أجنبي لكن اللي أنا عارفه واللي أنا يعني بقول بالمنطق ده للنادي الأهلي لازم يكمل نهاية الموسم بالكابتن زيزو لكن خلي بالكو احنا في مصر هنا لما بيحصل تعادل مثلا للأهلي والاخسارة للزمالك بتعجل بالتفاوض مع مدربين أجانب أو يقول لك يا عم لأ يعني ما كابتن زيزو كان ماشي 4-5 مطشات كويس وتعادل له مطشين فالناس بدأت تقول لك لا يعني تعاقدوا بقى مع مدرب دلوقتي الكلام ده غلط في الكرة طبعا بنشوف فرق كبيرة جدا سواء داخل مصر أو خارج مصر وبتتعادل وبتخسر وما فيش مشكلة أدام فيه مدرب أنا تعاقدت معاه أو أوليته المسئولية خلاص مكمل لغاية نهاية الموسم خلينا نروح بس لعمر نايل من هولندا وهو شركة يعني ايجنت بالنسبة للمدربين كلام على شايفرد كلام على مارتين يول هو عمر نايل الوكيل لاتنين مدربين وسامعين شايفر طالب مئة وسبعين ألف دولار في الشهر ومارتين يول الهولندي طبعا لكما سيكتوت هنا مقبل كده طالب ربعمائة ألف دولار خلينا نروح لعمر نايل في هولندا وشركة تسويق بالنسبة للمدربين ونشوف الكلام ده صح ولا غلط إزاك يا عمر؟ كابتن كريم مساء الفل عليك مساء النور أخبارك إيه؟ الحمد لله أخبارك شابتك إيه؟ كله طمام الحمد لله إنت كويس؟ حمد لله صح حدثت لحبثك معلومة أنا مش وكيل مارتين جول تمام صحيح يول يعني مارتين جول مش 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 تحت الوكالة بتاعتنا إحنا ولكن إحنا حصل في كلام معاه ومع الوكيل بتاعه يعني إنت مش الإيجنت الرسمي لكن ممكن تجيب له عقد إحنا كإيجنت ممكن بيبقى في حوارات معيننا عندي دوت عندي دوت بنساعد بعض في شكل عام تمام فلما حصل وذكر اسم مارتين جول في الأول خالص من دكتور عصام حاولت إن أنا أوصل لمينو وصلت لمينو وكلمته ولكن الرجل بيكلم في مبلغ خيالي بالشهر ربعمائة ألف دولار زي ما أنا أقول؟ هو أنا بعرض عليه بقوله يعني العرب التاعي مية وخمسين ألف دولار تقريبا فهو رد عليه في الأسبوع فطبعا ما كنتش معاه كلامي شكرا بس إذا كان فيه بقى تواصل ما بين مارتين جول والنادي الأهلي أو زي ما نسمحه طاهرة أو أي حد وتوصله لعرض مادي مناسب طبعا ده هيبقى إضافة للقرى المرصية أولا ولكن أنا بقول حضرتك اللي حصل في الأول خالص كلام ده كانت في شعر واحد في آخر شعر واحد التواصل ما بين ميني رايولا اللي هو الوكيل بتاعه طب بالنسبة لشايفر الألماني وينفرد شايفر أيه فندم إيه كلام شايفر إحنا برضو ده كان أول المرشحين اللي إحنا قدمناهم للنادي الأهلي بشكل رسمي يوم 28 أو 29 يناير اللي فات بعثنا فاكس بعثنا إيميلات لأن التواصل يكون من عن طريقنا إحنا بما أننا المؤكلين من كابتن شايفر طبعا هو راجل أكيد سيرتوز ذاتية حضرتك عرفها والناس وكذلك وكذلك عن فنها هو آخر حال كان ماسك جمايكا ولا في حاجة بعد جمايكا هو مازال مع جمايكا مازال مع جمايكا هو بذاتي في نيويورك بيحضر القرع بتاعة كوبا أمريكا يعني نصعد بجمايكا الكوبا أمريكا طبعا الأرجنتينو والبرازيل والشيلي والمنتخبات الجامدة قوي اللي حضرتك عرفها فهو بالتالي الراجل مازال شغال مع جمايكا هو جمايكا بس لازم أوضح بس عشان دي ناس هلها بتفتكر جمايكا إنه هو السحر منتخب جمايكا عشان دي ناس ممكن تفتكر إنه هو السحر جمايكا عشان تقالت قبل كده فهو مستر شايفر وينفريد شايفر مدير فاني المنتخب جمايكا أحد المنتخبات في قارة أمريكا الشمالية جنوبية لا جمايكا مش أمريكا جنوبية لا عليش بقى أمريكا شمالية أو أمريكا وسط لكن مش أمريكا جنوبية تمام فحضرتك عارف عارف طبعا منتخب جمايكا منتخب تييل مش منتخب اللي هو أو في آخر السنوات الراجل عامل معهم نتائج ممتازة هو فراجل السيفي بتاعه معروف وراجل كويس جدا يعني أهل حاجة كابتن كريم إن هو عايز ييجي مصر يعني الراجل ما عليش مشكلة وعايز يمسك الأهلي وعشان برضو بس يعني ممكن يسيب بالمنتخب جمايكا أو عقده هيخلص مع منتخب جمايكا بكل عاملنا في مشاكل مادية مع منتخب جمايكا يعني في آخر تلات شهور الدعم من الدولة لإبتحاد الكورة أو للمدرب عمر معلش يعني مش مية وسبعين ألف دولار كتير على الأهلي برضو يعني لسه الأرقام دي ما دخلتش مصر وبرضو إحنا في أزمة اقتصادية ومصر أو نادي الأهلي أو الزمالك يعني شايفين مبلغ كبير إن الدفع في مدرب مية وسبعين ألف دولار في الشهر يعني دولار بتسعة جنيه دلوقت يا عمر خلي بالك يعني مية وسبعين ألف دولار يعني يتخش في مليون ونص في الشهر صعب قوي فعلا الدولار اتفع جدا وده طبعا من سوء الحظ ولكن إحنا عايزين نتكلف حاجة فاندل إن الزمالك نادي الأهلي نادي الزمالك الوادي دجلة في تجارب بتحصل جوة دور المصر جديدة بتساعد الأندية دي من هي تعمل دقة تسويقية أو تعمل حركة تسويقية للنادي بتاعها فإحنا مش هننكر إن إحنا مثلا لو إن شاء الله نادي الزمالك خلص مع المدير الفني الإنجليزي والأهلي خلص مع المدير الفني الألماني أو الفرنسي أو الأسماء الكبيرة اللي إحنا بنسمحها جديدة في الدور المصري ده هتبقى خطوة ممتازة وخطوة من ناحية تسويقية هتبقى تيلة قوي بالنسبة للأندية اللي هي عرضة أو عايزين ياخدوا المدربين دول يعني خطوة مثلا كمثال خطوة مالودة إحنا يعني حاجة جديدة في الدور المصري حاجة جميلة فبالتالي لما ينضموا مدربين بالأسماء دي يا كابتن كريم هتبقى فايدة تسويقية تمام أنا متفق معك بس أنا شايف أن الوضع الاقتصادي في مصر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة حتى يعني أرقام كبيرة جدا بالنسبة لنا في مصر لكن خلينا أسألك سؤال يعني الراجل لما تكلم شايفر لما تكلم في 170 ألف دولار هل النادي الأهلي عنده قبول أو إمكانية أنه يدفع المبالغ دي يعني أنت كلمت مع مسؤولين في النادي الأهلي ما عندهمش مشاكل وبالفعل بيتواصلوا معنا يعني ما فيش مشاكل يعني خدت فالك يعني هم النات لو في نرفض في دين العرد خلاص انتهى الموضوع مش هيبقى من ضمن الموضوع لكن فاتحين خطوا بيكلموا في الأرقام دي عادي في خطة بيكلموا وخطة طيب مدى إمكانية وينفريد شايفر يبقى مدير فالنادي الأهلي في المСم القادم من وجهة نظر مين الأهلي ولا شايفر لا من وجهة نظر اك انت انت الوكيل بالحلقة الواصل ما بين شايفر والأهلي بنسبة 70% ممكن آه بالنسبة 70% بنسبة 70% والشايفر موافق والأهلي موافق الشايفر موافق جدا طيب هل الأهلي اتكلم معك في إمكانية التعاقد مع شايفر حاليا ولا من بداية المسم القادم حاليا حالياً والموسم شغال دلوقتي أه لما رشحناه رشحناه أنه هو مباشرة يعني الرجل المستعد طب إيه الخطوة لنقص النادي الأهلي يتعاقد مع شايفر يعني إيه اللي واقف ما بينكو دلوقتي إرسال عرض رسمي إرسال عرض رسمي ما إيه اللي كان يعني الأمور ماشية بشكل ودي أو اتصالات تليفونية فقط بدون عروض رسمية مفاوضات يعني الأول آه لأ المبلغ عالي لأ نعلله لأ مع مين يا معلش عمر؟ مع المهندس محمود طهر مباشرةً ولا مجلس الإدارة؟ مع المهندس محمود طهر مباشرةً مباشرةً ومع يعني عشان نبقى واضحين أكتر ويبقى الموضوع في صراحة مباشرةً من شايفر لمحمود طهر على طول طيب دلوقتي العرض الرسمي هيوصل لشايفر ولا منك أنت اللي بيتوديلي النادي الأهلي؟ والله هي ساعتها بقى هيكون أكيد الوكالة الموكلة هي اللي هتكون موجودة وهيبقى فيه مفاوضات معنا إحنا مباشرةً يعني أنا باحترم أن مباشر مهندس محمود اتصل بشايفر مباشرةً بحاجة ترجع لهوة ولكن شايفر واضح من الأول أنا متنم أنا ماشي أنا مش مختلف معك في الخطوات التعاقدية لكن خليني أقولك يعني دلوقتي ممكن أقول إن شايفر يبقى مدير فاين لدي الأهلي الأسبوع الجاي مثلاً ولا لا صعب لسه مش دلوقتي لسه في خطوات أخرى أو فيه وقت أكتر المقابل المادي متفقين عليه ما فيش منه مشاكل شايفر موافق المقابل المادي متفقين عليه وشايفر موافق إن هو هيجي النادي الأهلي فبالتالي دول أهم خطوطين الخطوطين دولت إحنا عدناهم من فترة عدناهم من يوم من يوم الاتنين مثلاً خطرة حضرتك طبعاً أنا عايزة أسألك بس هو السؤال المهم عشان أختم معاك المكالمة يعني شايفر ناقص له إيه عشان ييجي النادي الأهلي أو يتعاقد إنما أنت بتقول إن الطرفين أوكي شايفر والأهلي مفيش مشكلة منتفقين وإنت كوكيل أو الإيجين بتاع شايفر إيه اللي ناقص يعني إيه اللي ناقص إن هو يتحقق عشان شايفر يكون مدير فاين النادي الأهلي إن إيه بعت العقد الرسمي يا فانديم الأهلي أه الأهلي بعتلكه العقد الرسمي فقط أنا بقول حضرتك وبقول لي أنك المهتمين للموضوع طيب معلش معلش أه طيب معلش أنا بقطع عليك بس أنا برضو عايز أعرف هل فيه يعني مدربين آخرين آآ في أجانب في منافسة شايفر في الفترة حاليا من وكالات أخرى أو أنت عندك معلومة والنادي الأهلي بيفاضل ولا هو الأهلي خلاص يعني حسم أمره بالنسبة للتعاقد مع شايفر والله أنا اللي أنا مهتم بيا كابتن كريم الرجل اللي أنا مقدم وأنا بسمع من الإعلام زي حضرتك بالظبط إن فيه توريسي في المفاوضات في ليكنز معينا عندي معلومات مؤكدة من ليكنز نفسه إن هو الرجل اعتذر من يومين اعتذر ليكنز أو جورج ليكنز اعتذر آآ آآ ما الرجل مش مهتم هو البلجيك اللي كان مسك منتخب تونس قبل كده الله ينار على حضرتك آآ آآ وفيه توريسي معرفش أنا معرفش مين وكيله معرفش إزاي آآ بيتفاوضوا معي ولكن اللي إحنا بنتكلم فيه إن من اليوم لتنين مثلاً كان فيه مكالمة الاتنين أو التلات فيه مكالمة إن فيه اجتماع مجلس إدارة وبعد ذلك اجتماع مجلس الإدارة آآ هننتواصل معاكم ومحدش تواصل من بعدها لإن إحنا خلاص منتهيين ما فيش تفاوض تاني خلاص لو العقد ده أوكي بالنسبة يناقشته البنود واتفاقته آآ شايفر يفسخ عقده مع جمايك على طول؟ آآ مباشرة مباشرة تمام مباشرة بس أنا عايز عايز أوصل أوصل حاجة آآ آآ من حتة آآ اللي هو بشمهندس محمود آآ بيتواصل مباشرةً مع شايفر آآ آآ والكلام ده يعني هو فيه قصة في الموضوع الدوات ومش هنتكلم فيها دلوقتي ده لما نوصل للنقطة دي اللي هنتكلم فيها تمام آآ إحنا بشكل رسلي إحنا مقدمين شايفر تمانية وعشرين وواحد آآ اللي عنده ورق قبل كده يتفضل يقدمه تمام تمام طب شايفر كلم الزمالك من فترة ولا ما كانش مطروح في الزمالك؟ أو أنتو يعني عرضتو شايفر على الزمالك أو الزمالك طلبه أو حاجة ولا ما؟ لا لا بكل أمانة أنا الزمالك من أول ما اتكلمت كان أنا أعرض ممكن يكون في شركة تانية عمر مسلا عرضت اسم شايفر ولا ما ينفعش؟ عشان انتو آآ لا 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 احنا تفوضنا للأهل فقط أكبر آآ للأهل وفي فعلا حصل إن قدم في حد واخد توكيل من شايفر وحتى شايفر زعل شوية من حتة إن أنا بصبوري تلع في الصحافة والتوكيل هو تلع في الصحافة والشركة غير أمينة طبعا مع احترامي للشركة طبعا تمام تمام مقامين عليها ولكن الراجل كان غضان جدا بسبب موضوع دوت آآ لذلك هو لغى التوكيل ده اللي هو سلمي الله أعلم لو فيه معلومات تانية تمام لكن إحنا مختصين في مصر بشايفر في الأهلي فقط تمام تمام بشكرك عمر نيل مسؤول في أحد شركات التسويق في هولندا ويعني زي ما انتم شفتوا كده التفاصيل آآ إن وينفريد شايفر قريب من التعاقد مع النادي الأهلي شايفر موافق الأهلي ما عندوش مشكلة إنه هندفع مئة سبعين ألف دولار بيتكلمه في المفاوضات في عقد رسمي هيتبعت من الأهلي لشايفر خلال الفترة القادمة طيب